هذا البرنامج برعاية S.A.P أهلا بكم مشاهدين في برنامج كلام مسؤول لهذا اليوم الذي سنصلت فيه الضوء على مؤسسة مالية ذا عصيطها في أوساط الصيرف الإسلامية بامتياز انتهجت قواعد وخطة عمل ميزتها عن مثيلاتها في المنطقة العربية حصلت على ترخيص المصرف المركزي البحراني لممارسة أنشطة الصيرف الإسلامية كما تهدف إلى تلبية الاحتياجات المالية لكافة المجتمعات حول العالم وخلال عشر سنوات من عملها انطلقت عمليات الشركة في أكثر من 500 فرع في 15 دولة إنها مجموعة البركة المصرفية وضيفنا في الستيديو السيد عدنان أحمد يوسف رئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية نتعرف على ضيفنا في هذا العرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مجموعة البركة المصرفية اسم لمع في عالم الصيرفة الإسلامية تأسست عام 2002 في مملكة البحرين أدرجت أسهم المجموعة في كل من برصة البحرين وناس داك دبي ويبلغ رأس مالها المصرح بمليار ونصف المليار دولار أمريكي تنشط البركة بتقديم خدمات التجزئة المصرفية والخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية بالإضافة إلى خدمات الخزانة وذلك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية تتوزع الوحدات المصرفية ومكاتب المجموعة في 15 دولة تقع في كل من قارة أسيا وجنوب أفريقيا كما تدير نحو 550 فرعا لها وكانت الوكالة الإسلامية الدولية وشركة داكونغ العالمية قد قيمت التصنيف الائتيماني بصورة مشتركة لمجموعة البركة المصرفية عند تريبل بي بلاس على المدى الطويل وإي ثري على المدى القصير وأظهرت البيانات المالية لمجموعة البركة المصرفية تحقيقها صافي دخل خلال الربع الثالث من عام 2014 بلغ ما يقارب الاربع وستين مليون دولار بارتفاع قدره 12% عن الفترة المماثلة من عام 2013 في حين أظهرت البيانات أيضا تحقيق المجموعة صافي دخل في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 ما يفوق المائتي مليون دولار أمريكي بارتفاع قدره 5% عن الفترة المماثلة من عام 2013 ونرحب بضيفنا من جديدة سيد عدنان أحمد يوسف الرئيس تنفيذ وعضو مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية أهلا بك معنا أستاذ عدنان وشكرا لوجودك لهذا الحوار دعنا نبدأ بالنتائج بالنسبة للأشهر التسعة الأولى بالنسبة لمجموعة البركة المصرفية خلال هذه الفترة كان لديكم ارتفاع في صافي الدخل وصل لحدود الخمسة في المائة خلال عام 2014 رغم الظروف التي مرت بها الأسواق العالمية من تراجعات لأسعار النفط والتقلبات لو تحدثنا كيف استطعتم التغلب على هذه التحديات في الأسواق العالمية وتحقيق هذه النسبة بالنسبة لصافي الدخل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وكل عام وأنتم بخير بالسنة الجديدة وبمولد الرسول عليه الصلاة والسلام بخصوص النتائج حققت المؤسسة 5% صافي أرباح مقارنة بتسعة شهور من 2013 مقارنة ولكن لو بعدنا التذبذبات في الأسعار سوف تجدين أن أرباحنا تحققت تقريبا حوالي 12% ولكن تواجدنا في بعض الدول التي باستمرار عندها انخفاض في سعر العملة هذا يؤثر وكما تجمع الأرباح وتحولها إلى الدولار ونأخذ مثال بسيط على تركيا بالمثال بسيط تركيا باستمرار عندها هبوط في حدود حوالي بين 10% إلى 15% في سعر الليرة فهذا يؤثر على الأرباح ولكن الحمد لله حققنا أرباح جيدة الشيء اللي هنا نفتخر بك مجموعة البركة المصرفية أن محفظة التمويلات أو محفظة القروض كما يقال في البنوك التغليدية محفظة نظيفة جدا مخصصاتنا تقريبا وأشكر أنها تكون 100% ولو أخذنا كذلك التغطية الثانية هي العقارات سوف نتجدين أننا عندنا فائض في المخصصات فالحمد لله ماشيين بخطة جيدة ماشيين في أعطاء التمويلات في الأسواق التي نرى أن هناك نمو حقيقي في الاقتصاد وليس بس مجرد نمو عادي مهم النقطة التي ذكرتها محفظة الاستثمارات والتمويلات بالنظر إلى الأرقام الأخيرة هي نمت بحوالي 8% ربما تقدروا تحطنا بصورة أين هذه الاستثمارات وين التمويلات بما أنك تتحدث دائما الاتجاه للأسواق التي فيها نسب نمو قد تكون أكبر أنتم أين الآن؟ هنا تقريبا في النمو عندنا نمت التمويلات عندنا في الأردن وفي تركيا وفي مصر وفي تونس وفي بعض الناس بيقولك تعال مصر وتونس عندهم مشاكل أنتم شون عندكم نمو نقدر نقول لهم لا هنا عندنا حتى تحقيق الأرباح نمت بمعدلات أكبر من السابق يعني في مصر نمت الأرباح بحوالي 17% وين رحنا؟ رحنا إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الواعدة لأن مهما كان الحياة الاقتصادية الموجودة في مصر وين كان فيها مشاكل من الناحية السياسية ولكن الأمور الاقتصادية خاصة في الاقتصاد الحقيقي ماشي بوطيرة لا بأس بها فالحمد لله عندنا نمو لا بأس به كذلك نحن لم نوقف توسع فروعنا حتى في فترة وقت ما كانت العالم ما كان العالم يمر بأزمة مالية كبيرة يعني هنا زدنا عدد الفروع من في 2009 إلى اليوم 2014 وبدأت حين 15 زدنا حوالي 267 فرع في خلال هذه الفترة حتى قبل الهوقت تذكر أنه فتحت فرع جديد في اللادقية في سوريا بوقت الناس يمكن عم تتجنب سوريا في هذا الوقت لا سوريا مهما كان هنا العمل ماشي كويس هنا بديننا تقريبا حوالي ستة شروط حلت هذه المشكلة مع الأسف في سوريا ولكن الحمد لله يعني هنا عندنا تمويلات ماشية بطريقة جيدة خاصة تمويلات لاستيراد البضايع الخاصة بالبضايع يعني اللي تحتاج لها اللي يحتاج لها الشعب السوري فلا الحمد لله ماشيين بهذه الأمور سيد عدد ذكرت ربما هذه التوسعات كانت بشكل سريع جدا نعم وهذا ربما أثر على رفع المصاريف التشغيلية بشكل واضح وربما أثر على نمو الأرباح نعم في الفترة المقبلة هل ستبقى المصاريف التشغيلية تؤثر على نمو الأرباح هنا عندنا هدف أن نوصل إلى حوالي تسعمائة فرق هنا اليوم تقريبا حوالي ستمية يعني بنهاية 2015 إن شاء الله سوف نكون بحدود ستمائة فرق فعندنا إلى الآن كذلك إضافة ثلاثمائة فرق جديدة كذلك هنا خلال صرفنا مبالغ كبيرة في عملية الـ IT لأن الـ IT بالنسبة للمؤسسات المالية وبالذات المؤسسات الإسلامية يجب أن تكون يعني up to date أدي حجم استثماراتكم بهذا المجرم؟ استثماراتنا بس في تركيا حوالي 20 مليون دولار بس في تركيا فلو تكلمين على المجموعة ككل تقريبا تعدين حوالي 50 إلى 60 مليون دولار أمريكي هاي نفقات على تكنولوجية تكنولوجية وجزء منها تقريبا حوالي يعني نقول يعني ما لدخل بالتكنولوجيا بس لكن يسوي support للتكنولوجيا فاصرفنا مبالغ كبيرة وعدين المؤسسة أو المجموعة أو حطناها في صف البنوك الدولية لأن الآن المتطلبات كثيرة القيود كثيرة الـ compliance اللي يجب أن تكون up to the standard أو أنت بتواجه مشاكل يعني المصاريف التشغيلية كانت مشكلة 6% استاذنا هل قدير ستشكل مع زيادة الأكرو لا لا بزيد أكثر بزيد يعني نتوقع حتى توصل إلى الحشرة وحوالي حتى الـ 15% هذا بـ 2015 لا 15% والسنوات القادمة للسنوات القادمة طيب كنا نحكي عن الأرباح يعني ذكرت وإن كان في تحديات عالمية لكن تنمو بحدود 12 بـ 100 لكن على مدار الثلاث سنوات الماضية كان في تراجع بنسبة الأرباح نسبيا هل الرقم الجديد خلال السنوات القادمة نعم هنا شوفي ما نحب أرباح يعني كثير من المؤسسات المالية هذه واقعات في هذه المشكلة أنهما ساعات التيلة من أرباح استثنائية أو أرباح يعني مبمتصلة بنمو في الميزانية نعم هنا كمجموعة البركة أخذنا سياسة وهذه السياسة مرسومة من قبل مجلس الإدارة أن هنا أرباحنا ما لازم أن تكون أرباح يعني تطلع فوق العشرة في المائة وما يكون فيه استمرارية لازم أن يكون فيه استمرارية فلهذا السبب حبينا كلها يكون عندنا ثمانية في المائة تسعة في المائة واحدة من المشاكل التي نواجهها تقريبا تسعين في المائة من البنوك الموجودة في منطقتنا العربية والخليجية لا تواجهها ألا وهما مجرد محصورين في سوق واحد تذبذب الأسعار في العملات الأخرى لا يؤثر عليهم نحن متواجدين في خمس عشر دولة فتأثير العملات على عملة البنك اللي هي الدولار هذه أثرة كما أشرت لكم يعني هنا أرباحنا الحقيقية لو جنبنا التذبذب في أسعار العملات كان طفنا الـ 12 والخمس عشر في المائة نعم ولكن وقت ما نحطها على الأرباح الحقيقية تكون فيها الحدود ست سابعة أتوقع أنه بآخر إن شاء الله سنة 2014 إن شاء الله الربع الرابع الربع الأخير سوف تكون أكثر من الخمسة في المائة يعني اللي كانت الحقيقية ولو شلنا التذبذب بالأسعار بنطلع إلى الخمس عشر في المائة تقريبا نعم طيب خليني أرجع لموضوع بنك البركة في تركيا نعم 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 لأننا واحدة من السكوك التي أصدرناها كانت بحوالي 200 مليون دولار هذه عبارة عن تير 2 في الكابتل ديكوسي أو ملائة رأس المال فكنا من أوائل البنوك التركية والعربية التي تصدر سكوك لملائة رأس المال أو لإدراجها كجزء من رأس المال وأخذتنا حوالي سنتين نتكلم مع الأخوة في الأتراك أن يعدلون أنظمتهم حتى يتواكبون مثل هذا الطلب بعد ما أصدرنا الميتين البنوك التركي الأخرى أصدروها خاصة البنوك الإسلامي فاستفادتنا واستفادت البنوك التركية من هذه الأنظمة عندنا الرقبة في إصدار نفس التركيبة لرأس المال في تقريبا حوالي سكن بداية الثرد كورتر من 2015 حوالي 350 مليون دولار هذه مجرد فكرة موجودة السكوك التي أخذناها الأخرى كانت عبارة عن سكوك قصيرة الأجل جزء منها حولناها إلى متوسطة الأجل واستعملناها في التوسع التي تركيا دخلت فيه تركيا الآن عندنا حوالي 200 فرق في تركيا 74 فرق في إسطنبول فقط لأن إسطنبول تقريبا تقطي 80% من حجم اقتصاد التركي الإصدار سيكون من تركيا من الفرع التركي من الوحدة في تركيا من الوحدة في تركيا هنا بالنسبة لنا الآن كذلك نفكر في الأردن في الأردن بدلنا من حوالي شهر النظام الخاص أو النظام الأساسي للبنك الإسلامي الأردني ليعطى للبنك الصلاحية بإصدار سكوك وتعتبر جزء من رأسماله كذلك نفكر الآن في مصر نبدل كذلك النظام لفتح الباب للبنك البركة في مصر لإصدار مثل هذه السكوك سيد عدنان فقط سريع من السكوك إلى الأسهم هل نتوقع إدراجات جديدة نتجد هذه التوسعات الكبيرة التي حدثت هنا عندنا في خطتنا في 2015 و2016 نظرة لزيارة رأس المال كمجموعة لسبب حتى ننواقب كذلك تطوراتنا أو توسعاتنا القادمة في المستقبل هنا الإصدار الأولي الذي أصدرنا في الـ IBO أو وبعدها الـ IBO حوالي لمنا حوالي 860 مليون دولار في ذلك الفترة دخلت في هذه التوسعات التي صارت عندنا خلال تقريبا حوالي 10 سنوات أظن في المستقبل لازم هناك نظرة لزيارة رأس المال لنواقب التوسع في أسواق جديدة ربما في أسواق جديدة عندنا هنا علمنا تقريبا أنه سوف يكون عندنا تواجد في المغرب وهناك حديث مع الأخوة في المغرب وكنا في ذلك الفترة ننتظر القوانين تصدر في المغرب لتواكب المؤسسات المالية الإسلامية الآن القانون أصدر وتم الموافقة عليه من البرلمان وبدأ ظن البنج المركزي الآن يعني يصدر تشريعاته ليواكب هذه القوانين عندنا كذلك نظرة للتوسع في إندونيسيا وفي الصين فهذه من الأسواق التي نظن حاطين رصدين في استراتيجياتنا حوالي 350 مليون دولار ف350 مليون دولار سوف تذهب إلى هذه الأسواق الجديدة في المستقبل وسنرى توسعاتكم إذا كان لكم أيضا تطلعات لأوروبا أستاذ عدنان لكن دعنا نتوقف أولا مع فاصل قصير مشاهدين نعود بعدها لاستكمال هذا الحوار مع سيد عدنان أحمد يوسف عضو مجلس لإدارة ورئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية هذا البرنامج برعاية S.A.P هذا البرنامج برعاية S.A.P ونستكمل حواننا مشاهدين مع سيد عدنان أحمد يوسف عضو مجلس لإدارة ورئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية سيد عدنان إذا كان البعض يرى هناك مخاطرة ببعض الدول نتيجة للأحداث الجيوسياسية فيبدو بأن مجموعة البركة تخاطر بكل ما لديها بفتح أفرع هناك تبقي أعينكم أيضا على أوروبا ألا تعتقد بأن أيضا هناك نسبة مخاطرة اليوم فيما تشهده من انكماش بالنسبة للأسعار بعملية الدخول إلى الأسواق الأوروبية هنا الأسواق الأوروبية دخلناها السابق أتذكر الشيخ صالح كامل في بداية الثمانين فتح بنك البركة في بريطانيا في لندن وبعدها صارت مشاكل لأن البنك البريطاني أو البنك المركزي البريطاني ما كان مستوعب الصيرفة الإسلامية في ذلك الفترة فأقلق ذاك البنك وإن كان كثير من العملاء كان عندها بقة الودائع موجودة عندنا لمدة طويلة كانوا يرفضون استلام الودائع من عندنا بعدها من حوالي تقريبا حوالي عشر سنوات فكرنا في تأسيس بنك تجاري في بريطانيا وقمنا بالمشاركة مع مساهمين آخرين في تأسيس البنك البريطاني الإسلامي وهذا كان أسسنا في بيرمينغهم بسبب أن تكلفة الأيدي العاملة أو تكلفة الموظفين وتكلفة الخدمات أقل بكثير من بريطانيا وكذلك الكتلة المسلمين موجودين أكثر شيء في بيرمينغهم فأسسنا وطلقنا عليه البنك البريطاني الإسلامي آي بي بي والآن هو البنك الرياني يعتبر تم تغيير الاسم من آي بي بي إلى بنك الرياني كذلك أسسنا في بريطانيا البنك الإسلامي الأوروبي وهذا هول سي البنك والبنك الآن قائم ورأس مالف تقريبا كان في حدود 400 مليون باوند وشقال وين كان مرت أزمة المالية هذه والحمد لله هذه البنكين تموا على ما هم عليه يعني ما صلتنام أي مشاكل توقعاتنا أن نفتح الباب مرة ثانية للتوسع في أوروبا وبالذات هذه المرة في فرنسا كان عندنا حديث في السابق من حوالي ثمان سنوات أو ست سنوات مع رئيسة في ذلك الفترة كانت وزيرة المالية التي الآن هي رئيسة الصندوق نعم تحدثنا عن تواجد البركة في فرنسا وتقديم الخدمات للجالية الإسلامية وكذلك للجاليات الأخرى ليه فرنسا تحديدا؟ فرنسا لأن عدد المسلمين موجود فيها أعلى حتى من بريطانيا والشيء الثاني فرنسا كذلك سوق كبير وفكرنا أن يكون لنا تواجد لا ننسى كذلك أننا متواجدين في شمال المغرب العربي اللي كثير من الجاليات اللي موجودة في فرنسا هي جاية من شمال المغرب العربي ففكرنا في هذا الموضوع ولكن يات الأزمة اللي مرت به أوروبا في 2009 أو 2008 أو 2009 ووقفنا الملف ولكن الملف الآن معروض مرة ثانية للمناقشة وأتوقع إذا بيكون هناك أي حديث على موضوع فرنسا ما بيكون في 2015 بيكون في 2016 إن شاء الله إن شاء الله من ضمن الحديث يمكن لفتني كثير هالتوشعات الكبيرة وبمعظم الدول اللي ممكن أن يكون فيها جالية إسلامية هذا بيدل طبعا أن الصيرة في الإسلامية عليها قبول بشكل واضح طب الآن للمنافسة المنتجات الإسلامية شو القطط الجديدة ما هي المنتجات الجديدة التي لديكم ممكن ترحها ب2015 وكيف عم تشوف المنافسة ما بين المنتجات الإسلامية وما بين المنتجات البنكية التقليدية هنا على ما أعتقد لو رحنا بسمه جراد نقول عشر سنوات تقريبا البنوك الإسلامية ما كان عندها إلا منتج واحد اللي هي المرابحات وهذا تقريبا الآن تبدل كامل الآن تقريبا هنا عندنا أكثر من البنوك التغليدية من ناحية المنتجات يعني اليوم لو أنت تغذين البنوك الخليجية ما عندهم تمويلات للزراعة هنا عندنا تمويلات للزراعة السلم عندنا كذلك الاستصناع عندنا الإيجارة المنتهية بالتمليك عندنا الإيجارة المصوعة بالذنب يعني عندنا عدة منتجات موجودة تقطي احتياجات العميل كان في البحرين أو كان في دبي أو كان في أي منطقة من مناطق العالم كذلك وكبنع الحركة الاقتصادية الموجودة في الدول يعني في بعض الدول عندهم بالمثال البسيط الزراعة عندك السودان السودان تقريبا أكثر منتجاته أو أكثر تمويلات اللي تم فيها تم عن طريق السلم في دول أخرى مفتوحة مثل تركيا تركيا لازم تعطي العميل من الكريدت كارد إلى المشاريع الضخمة فلازم نتيب لك منتجات تواكب جميع التطورات أو جميع الاحتياجات التي تحتاجها الشركات الموجودة في هذه الدول فالحمد لله هنا مواكبين اليوم أنت حتى هنا في الإمارات مثال بسيط أنا واكبت أو يعني عشت المرحلة هذه يعني بنك دبي الإسلامي في السابق كانت عندها منتج أو منتجين اليوم الحمد لله تروح تشوف جميع الأشياء بنك أبوظبي الإسلامي بنك الإمارات الإسلامي أنا حتى هنا أدش البنوك صراحة حتى ما أقدر أفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك التغليدية من ناحية الحمد لله الستندر الموجود في هذه المؤسسات ومن ناحية المنتجات الموجودة سيد عدنان ربما أنت أحد الأشخاص الذين توقعوا تراجع أسعار النفط ولكن لا أعلم إذا كانت بهذه الحدة التوقعات أو السرعة ولكن وصلنا إلى المستويات الحالية هل هذا البوضوع سيؤثر على عمليات التمويل وخصوصاً بالنسبة للشركات في منطقة الخليج أنا على ما أعتقد سوف يأثر وكيف توقع أيضاً أين تصل أسعار النفط في الفترة المقبلة أنا أتوقع أنه بيتم في هذا الحدود المتوسط ننتكلم على متوسط جاز أنه ينزل غليل ولكن بيكون المتوسط بين الخمسين أنا أظن بين الخمسة وخمسين والخمسة وستين هذا هو حركته وليس هناك ارتفاع أسعار للبترول للمدة السنتين القادمة حتى في السنوات القادمة إلا إذا صارت طفرة اقتصادية اليوم هنا ممر بركود اقتصادي حتى الصين اللي كانت عندها حركة اقتصاد أو حركة اقتصادها أقوى من الدول الأخرى بدأ نشوف أن هناك انخفاض الهند اللي كان كذلك عنده احتياج كبير للبترول كذلك عندك نفس المشكلة البترول ما دام هناك دول لا تتقيد بالسقوف فتكون عندك هذه المشكلة وهذه لو تتقرأ المشكلة سوف تجدها موجودة كان من حوالي خمسة وعشرين سنة دخلنا في نفس المشكلة أن هناك دول خارج الأوبك ترفض التقيد بالسقوف يعني اليوم عندك دول مثل روسيا عندك دول مثل ليبيا عندك دول مثل العراق عندك دول مثل بسيط من الدول من أمريكا اللاتينية المكسيك فينزويلا ما يتقيدون بالسقوف لأنهم عندهم احتياج للفورين كرانسيز وفي دول بالمثال بسيط المملكة عبية السعودية أكثر الدول اللي كانت تضحي في السابق وربما التزام وتلتزم بالسقف الذي تراه هنا مناسب لها التأثير على المجموعة كيف سيكون على التمويل هنا بالنسبة لنا نظرنا أن نستفيد لأنك كل ما تقل يعني في دول هنا متواجدين فيها مثل باكستان تركيا مثل الأوردون هذه دول إذا فاتورة البترول نزلت سوف تنزل كذلك التكلفة عليها وسوف يحرك الاقتصاد أكثر سوف نستفيد من ناحيتنا هنا كذلك نتوقع أن في بعض الدول سوف تقوم بالاختراض سوف تحتج إلى تنويل لأصدار السكوك فهنا بالنسبة لنا كما أساسات مالية نرى أنه سوف نستفيد إن شاء الله من هذا كذلك أنا نسيت مصر مصر كذلك من الدول التي سوف تستفيد من انخفاض سعر البترول يمكن المستثمر منتظر التوزيعات أيضا أستاذ عدنان بالنسبة لعام 2014 إلى أي مدى يعني بعض المصارف رأيناها التي تأثرت يمكن بتراجعات أسعار بالنسبة للأسواق الخليجية يمكن قد تؤثر على عملية التوزيعات لديها ما هي التوزيعات المرتقبة بالنسبة لمجموعة البركة هنا توقع تقريبا أحسن من العام وأنا أشارت أظن في اجتماعات عندكم هنا أن هنا في فترة الأزمة التي مرت بها جميع العالم حتى دول الخليج كثير من البنوك في الخليج حتى في دبي وحتى في الإمارات وقفت دفع الدفدنس سنة وسنتين وكانت تحاقق بعضهم حتى خسائر هنا الحمد لله في وسط الأزمة كنا ندفع الدفدنس وندفع كاش أكثرها ولم نوقف عملية دفع الأرباح فنتوقع إن شاء الله أنه 2014 وعندنا أورادي 19 كانت نتائجنا جيدة الربع الأخير إن شاء الله نتوقع أنه يكون أحسن من الربع الأخير من 2013 فإن شاء الله نطمن المستثمرين أنه سوف يحصلون على يعني مردود وأرباح إن شاء الله تكون أحسن من السنة 2013 نعم ينتطرحوا نفسكم بأسواق جديدة يعني في ظل التقلبات يعني إحنا اليوم موجودين أنتوا بناس دك دبي وأيضا بالبحرين هل تطلعون لأسواق أخلال عملية التاريخ؟ نحن نفكر أن نطرح السهم مالنا في السوق السعودي نعم ولكن شفنا أن نسبة للأسهم المتداولة نسبة جدا جدا قليلة وهذا اللي سأتي أثر على السهم مالنا أنه ليس هناك مستثمرين يشترون الأسهم لأن الكتلة الكبيرة من الأسهم مملوكة لمؤسسات مالية وهما مريحين يعني به ما عندهم أي رقبة لا في البيع بالعكس أظن أنهم عندهم رقبة في الشراء فبالنسبة لهم لأن يشترون يحبون أن السعر يكون نازل حتى هم يشترونه نعم ولكن ما أتوقع أن هناك لستد في أسواق جديدة في خلال هذه الفترة كنا نتوقع أن حتى في سوق دبي أن البورصتين سوف تدمج ولكن هذه كذلك لم يحدث إن شاء الله نتوقع أنه يكون هذا الحدث يحدث في 2016 2017 إن شاء الله نحن نبدأ نشكر لك تواجدك معنا الأستاذ عدنان أحمد يوسف عضو مجلس الإدارة ورئيس التنفيذي لمجموعة البركة شكرا جزيلا لكم وكل التوفيق لكم إذن بهذا نأتي إلى نهاية كلام مسؤولي هذا الأسبوع الشكر متواصل لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة دائما إلى اللقاء هذا البرنامج برعاية SAP